العولمة هي العولمة يعني كما هو معروف أن تكون الصناعات العالمية أن تكون موجودة يعني داخل مجتمعاتنا هي يعني كما يقال نموذج من الرأسمالية الحرم النيون لبرالية ما بعد الحداثة ولكنها واقع لا يمكن أن ننفي العولمة استطاعت أن تقرب أجيالنا أفكارنا صناعاتنا عملنا مع الآخر المختلف العولمة هي نتاج واقعي وحقيقي للتطور لا يمكن أن ننفي أن التطور ليس فكري فقط وليس صناعي وليس تكنولوجي وليس علمي أيضا العولمة هي نوع من أنواع التقارب الاجتماعي السياسي ما بين الشعوب كلنا نعرف الآن مثلا ماذا يحدث في الولايات المتحدة ماذا يحدث في فرنسا ماذا يحدث في أي منطقة من الحالم هذه العولمة بأن تكون المعرفة متاحة للجميع قد تكون نعم هناك شركات مسيطرة ومهيمنة ولكن هذه الشركات وهذه المؤسسات هي ذات فكر استهلاكي ربما نعم صحيح استهلاكي ولكن الشعوب أيضا تستفيد منها هي ليست نمط للاستعمار ولكن نمط للتعلم وللإدراك وللوعي بالمجتمع وبالعالم بأن العالم لم يعد قرية صغيرة ولم يعد منغلق على فئة وعلى مجتمع أو على دين العولمة هي الانفتاح فعلا الذي نستطيع أن نشعر ونحس فيه بأننا لسنا وحدنا بأن هناك من يشعر بأن هناك من يرى ما نحن فيه من يتألم مما نحن فيه فالعولمة أنا أعتقد هي ليست سيئة وإنما هي بمثابة بوابة للاطلاع على ثقافات الحالم طيب